دراسة جديدة ستفرح محبي شوكولاتة الدراسة تؤكد أن الشوكولاتة تقلل خطر السكتة الدماغية لأنها تقلل ضغط الدم وبالتالي تخفض أحد عوامل الخطر الرئيسية الدراسة التي قام بها العلماء بمعهد كارولينسكا في ستوكولم تمت على أكثر من 33 ألف امرأة سويدية وأظهرت أن اللواتي تناولنا 66 جراماً من الشوكولاتة وهو ما يعادل لوحاً ونصف لوح مرة في الأسبوع قلت لديهن فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20% بينما اللواتي استهلكنا أقل من 8 جرامات إسبوعياً كان الخطر لديهن أعلى النسوة اللائي شاركنا في التجربة لم يتم سؤالهن إذا كانت الشوكولاتة التي تناولنها غامقة أو فاتحة اللون فارق كان سيساعد في تهديد صلة أكثر إحكاماً بين الكوكا العامل الوقائي في الشوكولاتة وبين خطر السكتة الدماغية كما يقول العلماء وفي انتظار دراسة مشابهة على الرجال أشارت دراسة منفصلة إلى إمكانية أن تكون الشوكولاتة مفيدة للصحتك الرياضة سيما أناخو براء من جامعة كامبرج البريطانية اكتشفوا في وقت سابق من هذا العام أن تناول جرعات منتظمة من الشوكولاتة يمكن أن يقلل خطر أمراض القلب إلى الثلث